بجرأة ازدادت حتى عما كانت عليها في بداية جولة الحوار السياسي تطل ستيفاني ويليامز في كلمتها في اجتماع افتراضي هو الثالث من نوعه بأعضاء الحوار نقاط عدة ركزت عليها المبعوثة الأممية كان أبرزها يتعلق بالحوار والتواجد الأجنبي على الأراضي الليبية على الصعيد الأول شددت ممثل المجتمع الدولي بالبلاد على أن الحوار ليس مجرد تقاسم السلطة كما يعتقد البعض ولكن الأمر يتعلق بتقاسم المسؤولية أيضا أما عن أفضل الطرق لحل الأزمة والوصول إلى إجراء انتخابات تنتج بلاد مستقرة وقوية فقد أكدت ستيفاني في تصريحاتها الجريئة على أن ذلك يتمثل في توحيد المؤسسات السيادية لتكون قدرة على إدارة الانتخابات وخاضعة للمحاسبة في حال التقسير الفساد وعرقلة الحوار أشارت له ستيفاني في حديثها عن وجود ممثلين أجانب يتصرفون دون عقاب وأخرين محليين ينخرطون في الفساد الواسع النطاق والتعامل مع الداد وسوء الإدارة للبلاد والذين اعتبرت أن بعضهم يعيشوا فيما أسمته بالسياحات السياسية وعلى الصعيد الثاني وهو التواجد الأجنبي داخل البلاد فقد كشفت المبعوثة الأممية عن وجود عشرين قاعدة أجنبية وعشرين ألف مسلح من خارج البلاد في كافة أرجاء ليبيا منبهة أن هذا التواجد ليس لصالح الليبيين وإنما لصالحهم الشخصي مشددة في كلامها الموجهي لأعضاء الحوار على أنهم أمام أزمة خطيرة فيما يتعلق بالوجود الأجنبي التحذير المتقارب للتهديد جاء في مطلع حديث استيفاني فقد قالت بصريح العبارة للحاضرين إن الوقت ليس في صفكم وأنبهكم بأن هناك تكلفة مباشرة ستدفعونها حيال التقعسي والعرقلة